السلام عليكم في البداية حاب أعتذر من الأخوة والأخوات عن الأقصور الحاصل في اليومين ثلاثة الماضيات ما نزلت قصص لظروف حاصلة الوالدة عندي مثل ما تعرفون وصارنا سنوات ما شفناها وصراحة يعني الوقت ما عاد يسعفني أني أنزل قصص كل يوم فإن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى ما أقطعكم في الأيام القادمة إذا الله سبحانه وتعالى قدرنا وأشكر الأخوة والأخوات اللي اسألوا من خلال التعليقات عن غيبتي وسبب الغيبة الحمد لله نحن بخير ومشكورين جدا على سؤالكم عن أخوكم بارك الله فيكم وحفظكم الله اليوم بنروي قصتين عجيبات وغريبات حصلا في سوريا القصة الأولى في نهاية عام 2010 حصلت كارثة أو نكبة لعائلة تسكن في محافظة الحسكة شمال سوريا في الجزيرة السورية العائلة هذه في عندهم شاب هذا الشاب في بداية الثلاثة وعشرين من عمره وهذا الشاب اسمه فوزي فوزي هذا بعد ما خلص الخدمة الإلزامية وله أقارب يعملون في المملكة العربية السعودية فبعد ما خلص الجيش بحث عن عمل في المنطقة اللي هو فيها فكانت فرص العمل أو يعني فرصة العمل اللي يبحث عنها يعني الرجال كان عنده سقف عالي يعني كان رجال راسم وخططات بباله وكذا فاصطدم بالواقع أنه ما لقى الشغل اللي كان مفكر فيه فتواصل مع أبناء عمومته وأقاربه في المملكة العربية السعودية وكان لهم فترة طويلة يعملون في السعودية في المقاولات وفي التجارة وفيها الأعمال الحرة فأحد أبناء عمومته في المملكة العربية السعودية قال له تعال على طول ونحاول أن نأمن لك شغل معانا فيها المقاولات وفعلا هذا فوزي ما شذب خبر طلع جواز السفر وجهز أموره وودع والدته والدة فوزي كان عمرها في بداية السبعينيات من عمرها وعنده أخوان يعني هو هذا فوزي أصغر أخوانه وأكبر أخوانه عمره حوالي خمسين سنة هذا فوزي يركب الطيارة هذاك اليوم وراح على المملكة العربية السعودية واستقبله أبناء عمومته وقرائبه وسوّوا له هالعشاء وكل يوم العشاء عنده واحد وبدأوا يبحثوا له عن فرصة عمل وفعلا بدأ يعمل مع أحد أقاربه في المقاولات وبدأت أحواله المادية يعني شهر وراء شهر تتحسن والرجال حس بفرق الرواتب يعني الرجال لقى مبتغى وعلى حسب ما هو راسم وتروح الأيام وتجي الأيام وهذا فوزي كل فترة والثانية يكلم والدته وإخوانه ويطمنهم عن حاله وهذا فوزي كان آخر العنقود ووالدته هذه يعني دائما آخر العنقود يتلاقون له معزة خاصة عند الأب وللأم وهذا فوزي كان هو عيونها وقلبها وحياتها الوالدته وكانت الوالدة معارضة على سفر فوزي على المملكة العربية السعودية تقول لك وده يتغرب وكذا فما في داعي ويا ابني ويا فوزي ويا كذا إلا أن محاولاتها يعني باءت بالفشل وقدر يقنعها يقولها يا يما مثل من تشايفي يعني هنا والله ما أقدر أضبط أموري وأثث نفسي يعني مقبل على زواج وكذا وتعرفين أنت أنا بحاجة لفلوس المهم الرجال أقنع الوالد وسافر وكل فترة والثاني اتصال ويطمنها عن حاله والوالدة تبشي على فراغ فوزي وبعد مرور حوالي سنة سنة ونص من سفر فوزي على السعودية وهذاك اليوم راكب الرجال مع أحد أقاربه وبعض العمال ومتنقلين من مكان إلى مكان ويشاء المولى سبحانه وتعالى أنه تقلب السيارة الي راكب فيها فوزي الركاب الي كانوا معاه واحد من أبناء عمومته والعمال أصيبوا بكسور بسيطة ورضوض وكذا إلا أن فوزي المسكين هذا أكل الصدمة الكبيرة وتوفي مباشرة لحظة الحادث سبحان الله حسب الحوادث اللي شفتها وسمعت عنها في حياتي دائما اللي يكون راكب بجانب السائق هو اللي يأكل الضربة القوية في الحادث وهذا الأمر حصل فيه كثير من الحوادث المهم توفي فوزي لحظة الحادث مباشرة والعمال وابن عم فوزي تم إسعافهم إلى أقرب مستشفى وهذا ابن عمه لما بدأوا يسألونه لطاقة من المستشفى والأمور الرضيين عن هوية الشاب هذا فقالهم هذا ابن عمه وتواصل الشاب مع أقربه وأبناء عموته ومعارفه في السعودية وحضروا إلى المستشفى الآن شلون عندهم يبلغون أم فوزي وأهلوا في سوريا في هالحادث الأليم على أنت اتصل ما أنت اتصل قام واحد من هالشباب قال أنا راح أتصل عليهم وأبلغهم أمر يعني قضاء الله قدره وصار وفعلا يقوم هذا الشاب يتصل على أخه فوزي الكبير اتصل عليه السلام عليكم وعليكم السلام قال يا فلان أنت إنسان مؤمن بالله ومؤمن بقضاء الله وقدره وكذا يعني يحاول يوصله الخبر شوي شوي علشان ما يصدمه وهذا فوزي كان محبوب جدا بالنسبة لعائلته كلهم يحبونه ويحترمونه وله يعني جو خاص فيه فقال له أخوك فوزي سوى حادث وانتقل إلى رحمة الله سبحانه وتعالى وهذا قضاء الله قدره الرجال تفهم الأمر أخه فوزي وصار يبجي على الهاتف وشلون وما شلون وكذا قال له حادث وصار على الطريق وهو ابن عمه فلان ومعهم عمال ولكن هو الوحيد اللي توفى فيه الحادث كان لا حوله ولا قوة إلا بالله العليل العظيم فقاموا الشباب والأقارب أقارب فوزي في السعودية بإجراءات نقل الجثة فكان يعني التخطيط أنهم ينقلون الجثة فوزي من السعودية إلى سوريا ويدفنونه في مسقط رأسه وفعلا رتبوا الأمر وبعد تقرير الطب الشرعي وما فيه ادعاء شخصي ما فيه كذا حادث قضاء قدر تم نقل جثمان فوزي عن طريق الطيران إلى مطار دمشق الدولي وكان أخوان فوزي اللي في سوريا وأقاربه وأصدقاء وعدد كبير منهم يجهزون نفسهم الأجل أنهم يروحون يستلمون الجثمان ويجيبونه على محافظة الحسكة في هالأثناء شلون ودهم يخبرون أم فوزي أنه فوزي توفي صاروا الأخوان كل من يقول له ثاني أنت خبرها ما أنت تخبرها أم فوزي حست بارتباك في هالعائلة وفي أنه فيه أمر مريب حاصل تصح لهم تقول يا ولد شنو اللي صاير أشوفكم أنت مزبوطين أشوف عندكم حركة ما هي طبيعية أشوف وجوهكم ما هي زينة يقولها بالبداية يقولها لا ما في شي والله بس يعني حاولون يخترعونها شغلات ما تتصدق إلا أن في النهاية واحد من أبنائها اتجرة وقالها يا يما أنت يعني مؤمن بالله سبحانه وتعالى وكذا أو بلا شي سوي لها مقدمة طويلة وعريضة قالت له فوزي ما أتموه قالها والله يما فوزي أعطاتش عمره أو صارت العاجوز هذه تبتشي ونهارت وتقوم تصيبها جلطة قلبية وتموت في مكانها اسعفوها على المستشفى ما وصلت المستشفى طيبة وحطوها في براد المستشفى لأجل الحصول على تقرير طب شرعي أو تقرير المستشفى في الوفاء الأجل يوارونها الثرى في مسقط الأسها أيضا الآن صار فوزي وأمه متوفين راحوا الأقارب والأصدقاء على المطار الأجل اللي يستلمون جثمان فوزي فعلا استلموا الجثمان وكانوا مهيئين سيارة إسعاف أمبلانس مستأجرينها علشان ينقلون فيها الجثمان وعدد كبير رايح منها للسيارات يعني مثل كأنها ناس حزنانين عليه كثير على فوزي ولهم محبين شيء كثير وركبوا سياراتهم وطلعوا برى المنطقة برى محافظة دمشق منطلقين باتجاه محافظة الحسكة ويظلون ماشيين إلى حد ما وصلوا بين محافظة دير الزور ومحافظة الحسكة ويصير حادث لأحد السيارات اللي راكبينها الناس اللي رايحين يجبون جثمان فوزي أقلبت السيارة بتقادير المولى عز وجل واللي كان راكب فيها السيارة أخه فوزي الكبير وأخته وصهره وصهره هذا يصير ابن عمه اللزم وابن العم هذا ما أخذ أخت فوزي أخت هذا أخوه الفوزي الكبير وشاء المولى عز وجل أنه يموت أخه فوزي الشبير ويموت ابن عمه اللي هو صهره ماتوا اثنيناتهم في نفس الحادث وأختهم أخت فوزي أصيبت بكسور وكدمات قوية جدا وكان وضحها الصحي حرج جدا تم إسعاف المصابين هذول والجثث إلى أقرب مستشفى تبين للأطباء أنه الرجال هذا أخه فوزي متوفي مفارق الحياة وكذلك ابن عمه مفارق الحياة وأخت فوزي أو دعوها في المستشفى وأجروا لها عدة عمليات جراحية وظلت في المستشفى الآن العزاء أصبح بدل ما كان الفوزي أصبح لأربعة أشخاص الفوزي وأمه وأخوه وأبن عمه وبعد ما كان أهل فوزي وأقاربه مجهزين قبر واحد الفوزي راح وجهزوا ثلاث قبور إضافية الأخوه وأبن عمه وأمه وكانت الحادثة هذه من أغرب الحوادث اللي حصلت فيها المنطقة ونادرا ما يحصل مثل الحوادث هذه إنه وفيات من نفس العائلة بطريقة عجيبة وغريبة بتقادير المولى عز وجل طبعا اللي يسأل عن المنطقة منطقة التصوير هاي المنطقة في محافظة إربد شمال الأردن وعلى الطريق الواصل ما بين إربد ومحافظة المفرق أما القصة الثانية أيضا قصة صراحة يعني دائما الجريمة لما تحصل جريمة القتل ونفتش في الأسباب وراها الجريمة في غالبية الجرائم يكون السبب تافه جدا فاسمعوها القصة العجيبة والغريبة اللي حصلت أيضا في نهاية عام 2010 هذا فيه شاب اسمه سعيد السعيد هذا من محافظة الحسكة أيضا من إحدى القرى أو المدن التابعة لمحافظة الحسكة وسعيد هذا في بداية الثلاثينيات من عمره والرجال متزوج عنده زوجة وعنده ثلاث أربع أبناء والرجال يشتغل عام الحر أحواله المادية التعبانة يعني يا دوب الرجال يشتغل يأمن لقمة العيش له والزوجته والأبناء وثلاث أربعة والرجال عنده بيت بسيط في إحدى القرى البيت ملك الملك لله ولكن الحيطان ما طعم يخفز وسعيد هذا مرات يعمل في الزراعة مرات يعمل في صب الباطون مرات يعمل في نقل مواد البناء يطلعها على أسطح البنايات وأسطح المنازل الأعمال المتعبة هذه يعني أعمال شاقة أعمال صب الباطون والله يكون في عونهم اللي يعملون هالأعمال هذه فالأعمال هذه كلها يعني رغم أنه فيها مردود مادي نسبة يعني اللي يشتغل في صب الباطون خلينا نقول يوميته عشرة دولار أما اللي يشتغل في الزراعة يوميته خمسة دولار ففيه فرق بين المردود المادي من صب الباطون أكبر من المردود المادي اللي يشتغل فيه الزراعة الرجال هذا راح يشتغل في صب الباطون إلا أنه عمل صعب وشاق جدا إلى درجة كبيرة فما نسبوا هذا العمل سعيد فيه له أقارب وأصدقاء يعملون في تربية الدجاج في المداجن وهالأقارب هذوله وهالأصدقاء من تشرين قسم منهم في محافظة دمشق وقسم منهم في محيط المحافظة محافظة ريف دمشق فاتصل مع أحد الأشخاص وبدأ يشكيلوا يعني عن الأحوال المادية السيئة وما هم لاقي شغول وما هو كذا الرجال هذا ابن عم سعيد يعمل في إحدى المداجن في ريف دمشق فقال له سعيد يا سعيد ليش ما تشتغل معانا في المداجن في تربية الدجاج قالوا يا أخي والله أنا ما عارف يعني ما عندي خبرة شلو أنا هذه شغلة صعبة ما هي صعبة قال له ما هي صعبة بس ودها أنك تفتح مخك شوي وبدها شوي الدقة وحذر لأنه الدجاج الزراعي هذا الفروج بده عناية ودقة ومثل ما تسمعون بالمثل اللي يقول أفلان مثل الدجاج الزراعي أو مثل الصوس الزراعي على قولة المثل لا بتلؤني بتشؤني هذا الصوس الزراعي يتأثر من نسمة الهواء حساس إلى درجة ما تتوقعون هو اللي عندهم اطلاع عن هذا الأمر يعرفون قديش الدجاج هذا هو صغير حساس إلى درجة كبيرة يقولوا مكيفات ورذاذ وتبريد هذا في الصيف على درجة حرارة معينة وأيضا في الشتاء يحطونه حرارات فحم أيضا لأجل اللي يحافظون على درجة حرارة معينة هذا إذا برد يموت وإذا دفي زيادة عن اللزوم يموت وخصوصا في العشر أيام الأولى أو الأسبوع الأول فهذا ابن عم سعيد أو صديقه قال له تعال لعندي قعدك فترة عندي فيها المزرعة وأنا أكلم صاحب المزرعة المتجنة هذه وأقول له أنه أدي أجيب واحد من أبناء عمومتي ساعدني براتب بسيط وتتعلم مني شوي شوي وبعدين تستلم لك إحدى المداجن تستلمها أنت وتبدأ تعمل فيها وراتبها صراحة يعني كويس جدا ما تشذب خبر سعيد يقوم يركب ويروح من محافظة الحسكة إلى محافظة ريف دمشق لعند هذا الشاب واستقبله وسواله العشاء ذاك اليوم وقام سواله جوله في المتجنة وفرجاه على الدجاج وعلى المعدات وعلى مشارب المي وعلى القصص الطويلة العريضة فيها المتجنة وبدأ يعلم سعيد شوي شوي يعني أول ما يجبون للصوص هذا وهو صغير قديش يعطوا له كمية حبوب وكانت المتجنة هذه فيها قسم يعني قسم العلف يشتغل آليا وفي قسم لا يدوي ودك توزع الأعلاف هذه للدجاج فالمزارع المحيطة بهذا الشاب كانت كلها على النظام الآلي يعني أبو كبسة زرار تحطها العلف هذا في مكان معين والمكانات هذه توزع الأعلاف لهالدجاج والمي كذلك الأمر نفس الشي وبدأ سعيد يتعلم هالعمل هذا ويوم وراء يوم خلص أول فوج والفوج هذا مدته أربعين يوم يكون جاهز هذا بالنسبة لدجاج الفروج الحي اللي يباع في المحلات أو الدجاج المثلج لما يبلغ أربعين يوم يتم بيعه للشركات المهم خلال هالفترة البسيطة قدر سعيد أنه فتح مخوز زيادة عن اللزوم وقدر يعرف كثير من الأمور اللي يحتاجها الدجاج وبعد فترة من الزمن أبو عشر خمسة عشر يوم نزلوا فوج جديد والآن ودوا يتعلم فوزي الأمور من البداية لأنه لما نجه فوزي كان الفوج في المنتصف تقريبا بالعشرين يوم وفيه كثير من الأمور بعضها المضحك بالنسبة لي الدجاج تخيلوا أنه الدجاج يجيبوله مسجلة أو مكبر صوت ويحطوله موسيقى يحطوله دبكة ويحطوله المجوز ويحطوله الشغلات هذه لما يجي في الأيام الأولى وهذا الأمر أنا شفته شخصيا في إحدى المداجن في سوريا كانت هالمتجنة طول هالنهار الموسيقى شغالة فيها واللي يجي من بعيد أو الغشيم أو اللي ما يعرفي هذا الأمر يقول يعني هالمتجنة هذه ليش فيها يعني صوت الموسيقى هذه وكأنه في حفلة يعني فشوفوا شلون يعودون الدجاج على علشان لما تجي سيارة قريبة من المتجنة هذه ما يخلون السيارة تزمر الزمور أو في بعض الدول الخلج يقولوا له الهرن لأنه الدجاج هذا يجفل يخاف ويبدأ يركب فوق بعضه ويقتل بعضه ممنوع أي شخص يدخل على المتجنة هاي أو على الهناجير اللي فيها الدجاج إلا الشخص المختص والمسؤول عن هاي المتجنة فقط لا غير ويحطون أحواض تعقيم على مداخل المتجنة هذه على أساس أنك لا دخلت ما تجيب فيروسات تتنقلها لهذا للقصوص الصغير فعلا المثل يعني اللي قالوه ما كانوا غلطانين يقول لك فلان مثل الدجاج الزراعي يتحسس من الهوى مثل ما أقول للمهم هذا أسعيد تعلم الشاردة والواردة وصارت أموره من أحسن ما يكون لحد ما خلص الفوج الثاني الفوج الثالث هذا الشخص اللي مسؤول عن المتجنة هذه سلموا أسعيد واحد من الهناجير هذه اللي فيها الدجاج قالوا لهذا أنت مسؤول عنه وفعلا لما خلص الفوج الدجاج هذا بعد أربعين يوم كانت الأوزان ممتازة جدا وكان صاحب المتجنة الأساسي مبسوط جدا من يسعيد وقال يسعيد ما زالك فيها الخبرة هذه وفيها الشطارة راح نسلمك متجنة خاصة فيك طابقين ويحطون فيها حوالي عشرين ألف طير من الدجاج واللي يودك يا يصير يسعيد أنت بس أمر وإحنا ننفذ فعلا صاحب المداجن هذا كان عنده مجموعة من المداجن خمس ست مداجن وكان سعيد فيها ذاك اليوم أشطر واحد فيهم يطلع الفروج فيه أوزان عالية جدا ما فيه نسبة موت كبيرة والرجال مبسوط منه جدا وفعلا يقوم يسلموا وحده من هالمداجن ويجيب له أنواع الدجاجة هذه ويحط له إياها فيها ويبدأ يعمل سعيد وتروح الأيام وتجي الأيام وسعيد الرجال مبسوط جدا وبعد ما يعني استلم المتجنة هذه الحاله كان فيه سكن مأمن له ويروح الرجال فيها ذاك اليوم يجيب زوجته وأبناؤه ويقعدون معاه فيها المزرعة والرجال يأكل منها الدجاج ومبسوط وما عنده من الشيطان قطع إلا أن سعيد الرجال بما أنه المداجن هذه تكون في مناطق بعيدة عن مناطق السكن بسبب الرائحة وبسبب المفروض أنها يعني قانونيا ممنوع أنك تعمر مدجنة قريبة من سكن بشري فبحكم بعد المداجن عن مناطق السكن والمنطقة اللي كان فيها المداجن هذه فيها وحوش وفيها ضباع وفيها منطقة جبلية يعني فسعيد جاب الله عزكم شلب من إحدى المداجن المجاورة له وكانوا هالأشخاص في المداجن المجاورة له من أبناء منطقته كلياتهم جاب الكلب وبدأ يربيه ويعودوا عليه وتعلم هذا الكلب على سعيد وسعيد هذا لما يطلع من المدجنة ويجي باتجاه السكن الكلب هذا قد ما تولع بسعيد يجي يزد حاله عليه ويلاعب وكذا والكلب هذا ربيان على لحم دجاج تلاقي اكتوفها العرض كلب ولا كل الكلاب الله يعزكم عنها الطاري والطير الطائر ما يقدر يقرب من مدجنة سعيد حتى الأصدقاء هذول والجيران فيه المزارع الدجاج القريبة ما يقدرون يقربون على مزرعة سعيد ويتصلون عليه قبل لا يجون علشان الكلب هذا لا يأكلهم أكل وكان حامي هالمزرعة من الوحوش ومن الضباع ومن الحيوانات المفترسة في هالمنطقة وأيضا كلب حراسي يعني مستخدمه ولكن الحلو ما يكمل فيه رعيان من إحدى القرى المجاورة لهالمزارع هذه مزارع الدجاج والرعيان هذول يسرحون في هالحلال وعندهم معز وعندهم غنم وطول النهار طائرين بين هالجبال وهالوديان ودائما يجون على يعني حول المناطق المحيطة بالمداجن هاي مزارع الدجاج ويرعون حواليها والرعيان هذول أيضا معاهم كلاب الله يعزكم والكلاب والكلاب اللي عندها الرعيان كلاب شرسة جدا إلا أن كلب سعيد كلب غريب وعجيب في شكله وحتى في صوت نباحه لما تقبل عليه من بعيد يعني شكله مخيف والكلاب هذول اللي عنده الرعيان ما يسترجني قربا من المزرعة لأنه تعرفون مزرعة الدجاج هذه دائما الكلاب تشمل ريحة الدجاج وتفتل حوالي المزرعة كلب سعيد ما يخلي الكلاب هذي تقرب أبدا وكل راعي عنده أربع خمس كلاب ما هو واحد واثنين لأجل حمايتها الأغنام هذه وحراستها في يوم من الأيام وتحصل الكارثة الكارثة اللي حصلت فيها ذاك اليوم قربوا الرعيان زيادة على مزرعة تسعيد المتجنة هذه وكلب سعيد شاف كلاب الرعيان قربت على المزرعة وبدأت تشمشم وتقرب من هناك وينبح عليهم وكلاب الرعيان مثل ما تقولون يعني مستكثرين حالهم أربع خمس كلاب ست كلاب وهذا واحد براسه فما أعطوا أهمية لكلب سعيد إلا أن كلب سعيد لما شاف هم قرب وزيادة على المزرعة ويقوم يهجم على كلاب الرعيان وتحصل هذه المعركة بين كلب سعيد وكلاب الرعيان وكلب سعيد كل ما يمسك كلب من كلاب الرعيان يعظوا وعظوا وحدة ويزدتوا مثل هناك بعد مترين ثلاث تقولي حمار الله يعزكم قدمه كبيرة كلما يمسك كلب يعظوا يقعد الكلب يصيح الرعيان لما شاف هو المعركة هذه كلب واحد يعني تشتل كلابهم والكلاب بس تعوي وصارت تهرب ما هان عليهم الأمر فقاموا والرعيان صاروا يضربون كلب سعيد لما الكلب يعني يتعارك هو والكلب الثاني بدأوا يهجمون عليه بعصي معهم صاروا يضربون كلب سعيد سعيد أيضا ما هان له الأمر يعني ليش تضربون كلبي كلاب جعد تتكاون ببعض ليش انتوا وبين الرعيان على كلبك على كلبي على ما بعرف إيش ويقومون الرعيان ويدهم يتهجمون على اسعيد ويضربونه اسعيد بعد عنهم واتصل بأصدقائه أو قاربه هذول اللي فيها المزارع المحيطة فيه وكانت المزارع ما تبعد الواحدة عن الثانية يعني أبو أربعمية خمسمية متر اتصل عليهم يا فلان خبر فلان ويفزعون أربع خمس شباب معاه وهو السادس وتبدأ المعركة الآن بين الرعيان والرعيان كانوا اثنين وبين هذول الست أشخاص وسعيد وأصدقائه أو يبدأ تكفخ بالعصي وبالحجار وبالبكوس يقومون هذول الستة طبعا تغلبوا على الرعيان ويشتلوهم الرعيان ما هان عليهم الأمر وشلون هذول عمال المداجن يكتلونه ويقوم واحد من هالرعيان يتصل على واحد من أصدقائه في القرية وقالوا يا فلان أفزع خير شنو اللي صاير قالوا هذول عمال المداجن اللي يشتغلون عنده فلان حصلت معركة بيننا وبينهم والجماعة ترى يعني قالوا بطريقة غير مباشرة أنه شلينة شتلة كسرون تكسر وفزع الشباب وفزع الربع وتعالوا ويقوم هذا اللي في القرية يفزع الأقار ويفزع أبناء العم ويفزع القرية وتفزع القرية يفزع منها حوالي 30 إلى 40 شب اللي راكب متور واللي راكب سيارة واللي جاي ركاض اللي ماسك بيده بارود واللي ماسك مسدس واللي شاي البلطة واللي شاي العصاية وقامت الساعة وما قعدت يهجمون على هالمزارع المساكين هذول السعيد وأصدقاء وقرايب وهم ست سبع أشخاص في هالمزارع ومعاهم عائلاتهم وأبناءهم والجماعة يعني ما هم قد الحمل هذا أو قد الهجوم الأشخاص اللي هجموا عليهم أو يبدأ إطلاق النار على هالمزارع وتجي رصاصة بسعيد وينتقل إلى رحمة الله في مكانه جدت الرصاصة قاتلة والأشخاص اللي معاه الأربعة خمسة كلهم أصيبوا بطلقات نارية يعني انطعنوا وطعن وقاموا هذول بعد ما شافوا سعيد وقع بالقاع ومات وهذول تطعنوا ويقومون لكمون سياراتهم ودراجاتهم ويهربون على قريتهم اتصل واحد من هالشباب هذول اللي مع سعيد اتصل على صاحب المزرعة وبلغوا بالأمر الحاصل مباشرة صاحب المزارع هذه خبر رجال الأمن وحضر رجال الأمن والبحث الجنائي والأدلة الجنائية والطب الشرعي وتم نقل جثة سعيد مع أصدقائه إلى المستشفى اللي بحاجة إلى عمليات أجروله عمليات واللي بحاجة إلى ضمدات ضمدوه المهم تم إسعاف الأشخاص هذول الستة إلا أن سعيد فارق الحياة مباشرة وانتشر رجال الأمن في هالقرية يبحثون عن الأشخاص اللي شاركوا في هالهجوم هذا ويعتقل رجال الأمن حوالي 30 إلى 40 شخص من أبناء هالقرية ويعتقلوا الرعيان وبدأ التحقيق ومن اللي قتل سعيد من خلال التحقيقات والضغط على هالمتهمين في ناس تم إطلاق صراحة أنه مشاجرة جماعية حصلت وأنه هو ما ضرب اللي حامل عصاية ما قدر يوصل إلا أن اللي أطلقوا النار واحد من هالأشخاص بالتحقيق معاه اعترف أنه هو اللي أطلق النار على السعيد وتم تقديمه للمحاكمة وبعد عدة جلسات تم الحكم عليه بالأعمال الشاقة المؤبدة وبعض الأشخاص اللي شاركوا في إطلاق النار أيضا تم مصادرة أسلحتهم وتم سجنهم على فترات متفاوتة اللي سنة واللي سنتين واللي ثلاث فسبحان الله شوفوا شلون هالجريمة وقعت بسبب مشاجرة كلاب كانت هذه نهاية القصة لا تنسونا من اللايك والاشتراك بارك الله فيكم دمتم في رعاية الله وحفظه شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة